قوله سبحانه وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لأرقم 113 من هذه سورة النساء وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ أي فضل هذا؟ وأي شرف هذا؟ وأي كرامة أجل من أن ينزل الله جل وعلا الكتاب وأن ينزل الحكمة على نبينا صلى الله عليه وسلم أما الكتاب فالقرآن الكريم النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة والمعجزة النبوية الخالدة على مر الزمان والأيام لأن الذي تولى حفظه هو الحي الذي لا موت والقيوم الذي لا ينام قال جل وعلا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَطَالَ مَا أُكَرِّرْ فضل القرآن على فضل أي كلام كفضل الله على كل خلقه ففيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم وتفصيل ما بيننا وهو القول الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي آياته فهو ضرب الإيمان والأمان وسبيل السعادة والهدى والاطمئنان وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ومع هذا الفضل الكبير الذي تقف ورب الكعبة دونه كل كلمات اللغة على خجل واستحياء أنزل الله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل كذلك عليه الحكمة والحكمة فضل الله يؤتيه من يشاء كما قال جل جلاله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا ولذا فقد امتن الله جل وعلا بالحكمة على رسله وأنبيائه فقال في حق المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والحكمة يا إخواني ويا أخواتي وأبناء وبناتي حين تذكر في القرآن الكريم فإنما هي نوعان إما أن تذكر الحكمة مفردة وإما أن تذكر الحكمة مقترنة بالقرآن أو بالكتاب العزيز فإذا ذكر لفظ الحكمة مفردا فحينئذ يراد بالحكمة النبوة أو علم القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي علم القرآن الكريم وما يجتمل عليه من ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وما قدم منه وما أخر وما يجتمل عليه أيضا من حلال وحرام وأمثال وأخبار وقصص وأمر ونهي وحدود وترغيب وترهيب إلى غير ذلك كل ما يجتمل عليه القرآن من علوم فهذه الحكمة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال مجاهد الحكمة هي القرآن والعلم والفقه وقال أيضا هي الإصابة في الأقوال والأفعال وقال الضحاك الحكمة هي القرآن والفهم فيه هذا كله فيما عن الحكمة إذا ذكرت مفردة أي وحدها أما إذا قرن لفظ الحكمة بالكتاب فيراد بها عند جماهير أهل العلم والمفسرين يراد بها السنة إذا ذكرت الحكمة مقترنة بالقرآن أو بالكتاب فحينئذ يراد بالكتاب القرآن ويراد بالحكمة السنة كما في قول ربنا جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليه قال قتاده وغيره الحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال قتاده يعني السنة بل وقال مقاتل يعني أحكام القرآن اذكرن أحكام القرآن ومواعظ القرآن ومن جميل ما قالوا إمامنا الشافعي قال سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكمة اسم جامع لإحكام وضع الشيء في موضعه المناسب ومن أجمل وأجمع التعريفات لمعنى الحكمة ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله قال الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي وأركانها العلم والحلم والأناه وآفاتها وأضادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة فوالله الذي لا إله غيره ما عرفت البشرية وما شهدت الأرض أصفى قلبا وأرجح عقلا وأنور بصيرة وأتم حكمة من سيد الخلق وإمام الحق محمد صلى الله عليه وسلم وهذا عطاء الله جل وعلا له ومحض فضل الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليك الكتاب والحكمة فكما أنزل الله عليه الكتاب أنزل عليه الحكمة هذا فيض ومحض فضل الله عليه وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أي علمه الله جل وعلا وأنعم عليه بما يتعلق بكل أمور هذا الدين والشرع وأنعم عليه جل وعلا وعلمه أخبار الأولين من الأمم علمه ما لم يكن يعلمه قبل تنزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام وكذلك علمه خداع الكافرين وخداع المنافقين وحي لهم وكيدهم ومكرهم وتدبيرهم بمناسبة الحادثة التي كنا نتحدث عنها في شأن طعمة ابن أبيرق فعلمه جل وعلا مكر الماكرين وخداع المنافقين وحي لها وكيد الكافرين والظالمين وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة اختصه جل جلاله بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ففضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم عظيم وحين يصف هذا الفضل بالعظمة ربنا جل وعلا فالأمر عظيم فعلا فالآية تدل دلالة وضحة على عظيم فضل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وتبين كذلك أن العلم أفضل وأشرف المناقب وأعظم الفضائل لأن الله سبحانه حين وصف متاع الدنيا وصفه بأنه قليل قل متاع الدنيا قليل بل ووصف ما أعطاه جل وعلا من علوم لأهل الأرض بأنه أو بأنها قليلة فما أعطى الله الخلق كل الخلق من العلم إلا القليل كما قال جل جلاله وما أتيتم من العلم إلا قليلة أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال له جل جلاله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والفضل عطاء وتفضل وتكرم ممنوح مخصوص من الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام لا يستطيع وصف عظمته إلا من منحه أكررها أكررها وتدبرها لا يستطيع وصف عظمة هذا الفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من منحه وأعطاه وكان فضل الله عليك عظيمة ولو دخلت هذا المستان اليان على المات عليه أبين فضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة ما خرجنا من هذا المستان أبدا فما أعظم زهره وما أروع ورده وما أمتع عطره وريحينه وما أجمل منظره وزهوره يكفي أن تعلم أن الله جل جلاله أقسم وما هجره أدبون في حضرته كيف يقدرون أبهة النبوة وجلال الرسالة وعظمة المكانة والقدر والمقدار يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليهم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا ترجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بل وأقسم له جل جلاله بقوله يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم وأعطاه الكوثر إن أعطيناك الكوثر هكذا بنون العظمة لتتناسب مع عظمة العطاء الذي أعطاه لهذا النبي العظيم الكريم إن أعطيناك الكوثر وخصه بخصائص كثيرة عظيمة جليلة هو الذي خلق السماء بلا عمد ما أعطى الله جل وعلا أحدا من خلقه من لدن آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها مثل ما أعطاه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما تفضل به عليه من فضل وكان فضل الله عليك عظيمة وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يبين شيئا من هذا الفضل امتثالا منه لأمر ربه في البلاغ والدعوة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يقول صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست ست خصال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفض ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون هذا الحبيب هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي هذا أبو القاسم المختار من مضر هذا أجل عباد الله كلهم هذا هو المصطفى أزكل ورى نسبا سبحان من خصه بالفضل والكرم هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله قاطبة خير خلق الله قاطبة وأنزل عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة قال جل وعلا له سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم بل وأقسم جل وعلا أنه صاحب العقل الأرجح والقلب الأصفى والأطهر والأنور نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ثم يتفضل تبارك وتعالى عليه بأذي الشهادة العظيمة في صورة القلم فيقول سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم الحديث عن فضل الله جل وعلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة لا ينتهي جميل بجمال هذا الفضل وعظيم بعظمة هذا العطاء ولذلك قلت لا يعلم حده إلا من تفضل به على نبينا صلى الله عليه وسلم وربنا جل جلاله